بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نتعلم كيف ننشئ برانش وكيف كمان أنتقي بين البرانشات هاي الأوامر رح نتعلمها اليوم ودي هي get branch هي بتوريني كل البرانشات الموجودة عندي على الget كيف بدي أنشئ برانش باستخدام get branch وكتب الاسم بدي إياه أنا كميثال بدي أكتب location طيب كيف بدي أنتقد من البرانش اللي أنا سويته باستخدام get check out وكتب اسم البرانش اللي أنت عملته طب هل في طريقة أدمج الطريقتين هدول يعني أنشئ برانش والنطق المباشرة له بدون ما استخدام get check out في عندنا أمير اسمه get check out باسم البرانش اللي أنت حاب تنشئ رح نطبق هسا أربع عوامر عشان تكون الفكرة واضحة للجميع على نفس مشروع عن الهو البروجيك رح نطبق فكرة البرانشات أول خطوة أتأكد من حالة المشروع get status كل إشي عندي إياه كلين خلينا هسا نشوف اللي برانشات اللي أنا عندي إياها داخل الget نكتب get branch enter أكاري أنه أنت في عندك برانش اسمه الماستر وهو الديفولت وانتبهت على الستار شو معنى الستار؟ لأن أنت هسا واقف على الماستر خلينا هسا ننشئ برانش جديد get branch وخلينا نكتب location وهاي enter لو عملنا مرة ثانية قدت branch فحكالنا هسا أنه في عندك انت برانش اسمه ماستر وانت واقف عليه وفي عندك location كيف بدك تنطقي من الماستر للوكيشن؟ الموضوع جدا بسيط نكتب get check out بعدين اسمي البرانش اللي انت حاب تنتقل عليه هو الوكيشن هاي tab كمل لحالك وهاي enter شو حكالك؟ switch يعني انت هسا انتقلت للبرانش الاسمه location زي ما حكينا لما تنشئ انت اي برانش بأخذ الكود من وين؟ من الماستر بأخذ اخر كومنت ووضيف لك ياه على البرانش اللي انت سويته يعني لو سويت list هتنتبه انه اظهر لك كل الملفات الموجودة عندك من كل الملفات هاي صارت جوا الوكيشن واذا تستخدم windows تنساش directory واذا تستخدم الget page فالlist رح تكون شغالة معك خليني هسا ارجع للماستر هادولي بسيطة get check out master انتر وهيني رجعت للماستر عشان تتأكد اترى شو مكتب عندك هنا get location حتى في الويندوز رح تلاقيها هون واذا ما لكتها بسيطة اكتب get وبرانش عشان تعرف انت وين واقف حسا قال انت واقف في الماستر بس نتعلم كيف انه انا انشئ برانش وانتقل عليه بشكل سريع رح نستخدم الامر الاسم get check out dash b اكتب location هاي تو انتر حكالي انه انا انتقلتلك الى البرانش الاسم location to وكمان انشئتلك اياه هل نعمل هسا قلت برانش ونشوف كلامه صح او لا انت انت في عندك location location to وعندك ماستر وانت هسا واقف على location to حتى هو نحاكيلي ان انت واقف هسا على location to بدي ارجع هسا للماستر ومن الماستر بدي افوت على location وراح كيلو get check out location هاي انتر بدنا نسويه هسا بدي افتح مثلا الwork.text وبيدي انشئه هون تاسكة جديدة سميها مثلا create page home سيف واطلع من الملف لو سويت هسا get status شو رح يصير قال لك ان انت ملف الwork انت عدلت عليه متأكد رح تسألني هسا ها بالسؤال هدولي افرض اني انا نسيت ارفع التعديل على الربستوري وارجعت مباشرة get check out master شو رح يصير في التعديل انا سويته انتبعت شو حكالك ان رحت على الماستر بس فهمت الماستر انك انت سويت تعديل على الwork.text خليني اعمل get status وهس اذكر انه انا جوا الماستر يعني التعديل السويته داخل اللوكياشن كان في الworking directory رجعت مباشرة على الماستر ورجع لي هذا التعديل على الماستر فهم الماستر انه محمد السيد عمل تعديل على الwork بس ما رفعه على الربستوري خليني ارجع مرة ثانية على الوكياشن وبدي ارفع التعديل على ال stage area هاي get add خليني اعمل get status شو حكالك انت عامله ايش وديفاي تعديل وصاب الموجود في ال stage area ونسيت تعمل في الوكياشن ورجعت عملت get check out يعني رحت انت هسا على الماستر شو حكالك هون قالك انا صح رحت لك على الماستر بس فهمت الماستر انك انت معدل على الwork وعملنا قلت status قالك انا مش ناسي انك انت رافع work.text طيب نرجع هسا على الوكياشن بدك ترفع من ال stage area هاي get status هاي في ال stage area بدنا نرفعه هسا على الربستوري get comment update work branch location enter لو عملنا هسا get log شو حكالك هون انه نهد وين واقف واقف على الوكياشن واخر comment عندك اياه هو update work branch location خلينا هسا نطلع IQ بدى ارجع هسا على الماستر بدى اعمل هسا هون get status هكالي ما في عندك ولا اي تعديل طيب هس انا وين يا جماعة انا هسا في الماستر لو فتحت الwork هل راح اشوف create page هون لا خلينا هسا ملخص سريع يعني اي تعديل انا بسويه على اي branch كان في الwork directory او في ال stage area مش رح ينحذف ما تخاف يعني حتى اروحت على اي branch رح تلاقيه موجود معك التعديلات لكن اول ما ترفع على الربستوري هذا التعديل رح يتسيف للي branch انت واقف عليه فعلا سيفت التعديل وين في ال branch الاسم location فلما رجعت على الماستر تقول لي انا مش شايف ولا اشي ان كل التعديلات تسيفت في ال branch الاسم location خلينا هسا نستعرض كل السجلات على شكل branch كيف يعني؟ انت في الماستر تعمل get block double dash one line بعدين space double dash graph ايش يعني graph؟ معناها تهرسم space double dash all ايش يعني all؟ يعني كل اللي branchات space بعدين double dash decorate ايش معنا كلمة decorate؟ معناها تزين enter طلاح هسا كيف صار عندنا ال log صار واضح بحكيه لك انت في عندك هذا الكومنت هو جاي من ال branch الاسم location انت عاملك هون update work branch location هسا هاي كل الكومنتات هاي هي جاية من الماستر وفي عندك location 2 ونح تسألني ليش حاطين location 2 هسا ال head وين واقف؟ واقف عند اخر comment لما احنا عملنا في ريادة branch لل location 2 مش اخذ نفس هذا الكومنت يعني location 2 فتحنا الكود فراح يكون عنده هذا الكود الموجود هون واتفقنا في المحاضرة السابقة انو انو تنشي اي branch راح ياخذ اخر comment موجود انت عندك هيا في الماستر ويقول لك ماستر وال location 2 من اخذين نفس هذا الكود وانا كانت افكارنا واضحة في المحاضرة القادمة راح نتعلم كيف اطلع الاختلافات بين ال branchات كيف اغير اسم ال branch وكيف احذف ال branch ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويارتك كم الاف